السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب اليوم غدي نحضر معكم صفة الشعرية بطريقة مختلفة كتجي رائعة والمذاقية السلام الي اعجبكم الفيديو دي اليوم ما تنسوش تعملوا لايك وتبرتجيو مع اصدقائكم لتعموا الفائدة ندوز باش نحضر التتبيلة نحتاج ملعقة صغيرة كوركم ملعقة صغيرة فلفل اسود ملعقة صغيرة زنجبيل ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة توم مجفف ملعقة صغيرة من الكاري ضامت البنة دي للزعفران اذا كان عندكم زعفران شعري يكون افضل انا متوفرش عندي نضيف ملعقة صغيرة من السمن عصير نصف ليمونة حمضة القليل من الماء باش نخلط به التسبيلة نمزج المكونات جيدا ومن بعد نضيف لي السمان انا غنستعمل هنا السمان السمان اللي غسلته مزيان من قبل بالملح والحامض استعملت هنا 12 حبة من السمان ونزبلهم مزيان كيف كتشوفو نستمر بنفس الطريقة حسن نكمل الكمية كاملة اللي عندي نزبلها ونعود نرشع معكم من بعد نسبلك الكمية كاملة دي السمان نغطى الإناء بكيس غذائي ونخليه جانبا نخليه نصف ساعة او اكتر كل ما خليناه اطول كيجيسم من ألد خديت إناء وضعته على نار متوسطة وضعت له الزبيب اللي وصلته من قبل تقريبا 250 جرام دي السبيب وضعت له الماء الكافي اللي غدي طيف فيه ضفت القليل من الكركم القليل من القرفة مطحونة ملعقة من الزبدة ونضيف السكر اللي غدي عسل لي هاد الزبيب أنا طفت هنار به هاد المعالق كبار نخلي الإناء على النار حتي طيب الزبيب ونشوف من هاداك الماء اللي فيه حسنا نحصل على الزبيب مع السلع له هاد الشكل هادا كيف كتشوفه في هاد الأثناء غدي نطفي عليه النار ونضيف عليه لوز محمر ومطحون أنا طحنته هكذا مهرمشت قريبا 200 جرام دي اللوز محمر ومطحون مهرمش ومية جرام دي القرقاح سوى مطحون مهرمش نخلط المكوينة جيدا حسنا نحصل على واحد العقدة اللي غدي نحشي بها السمان من بعد ناخد السمان ونعمل له الحشوة المناسبة اللي غسك فيه السمان كيف كتشوفه صغير ما غدي شبر الحشوة كثيرة فقط القليل نستمر بنفس الطريقة حسنا نكمل كمية اللي عندي كاملة أنا عندي هنا 12 حبة السمان كلها نعمل لها الحشوة والسمان غدي نطيبو عليها تشكل هذا يعني ما غدي شربط لها أرجليه ما غديش تخرج الحشوة أبدا سوف نستمر بنفس الطريقة حسنا نكمل كمية اللي عندي كاملة نوضع لها الحشوة ونعود نرجع معكم من بعد نكمل الكيمية كاملة اللي عندي دي السمان وضعته في طنجرة على نار متوسطة وضعت عليه ديك التسبيل اللي بقت عندي نضيف الماء الكافي اللي غي طيب ليه هاتسمان ماء مغلي نضيف باقم القصبر والمعدنوس نضيف جوج أوراق دي الغار أو ورق سيد نموسا عود من القرفة نضيف القليل من زنجابيل تقريبا ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة من الكاري الكاري كي يعطيو حد طعم هائل هاتسمان ونضيفو حد الدجاج لا ما كانش متوفر عندكم وما كانت تستغنوا علي لكن كي يعطي طعم هائل من بعد ما غلات الطنجرة في هاد الاثناء نضيف الزيت خالطنا بين زيت ناباتي وزيت زيتون نغطي الطنجرة ونخليها تكمل طياب ديالا في هاد الاثناء غدي ندوز باش نحضر معكم الصفة دي الشعرية انا استعملت هاد نوعية غليظة شوية كينا نوعية رقيقة ونوعية غليظة هاد الغليظة كتعجبني كتجيزوينة بسف انا استعملت هنا كيلو ديال الشعرية ضفت قليل من الزيت اللي غدي للبس به الشعرية كاملة اللبسها مزيان بالزيت كيف كتشوفو من بعد نوضعها في الكسكس ونوضعها في فور انا هاد الكسكس عندي كبير كيهز لي اكثر من كيلو كيف قلت ليكم البرمة على النار اللي وضعت فيها ماء مغلي وضعت فيها واحد القطعة ديال حامض باش متكحليش البرمة صافي نوضع الكسكس البرمة ونخليها حسدوز عشرين دقيقة ونعود نرجع معكم في هاد الاثناء سمان طاب وغدي نزوله من الطنجرة خليتو طابع لخاطره مرفعتش عليها النار كيف شبسو انا وضعتوه طابع لا ظهره ما وضعتوش على صدر ديالو لان غندخلو من بعد الفرن باش يتحمر زولت هادك ورق الغار باقة دي القصبر المعدنوس وغادي نزول حتى هادك لعوت القرفة هاد المراق اللي بقى عندي غنضيف ليه البصل جوج حباد ديال البصل كبار نقطعين مشلضين على هات الشكل هذا نضيف عليهم ملعقة كبيرة من العسل ونغطي على الطنجرة ونخلي هاد البصلة هادي حتى الطيب وتدغمر عاد نطفع عليها صافي الشعرية دي السفة كيف كتشوفو شوكات من الفق صافي خويت عليها الماء بارد هاد المرحلة هادي غنخوي عليها ماء بارد غادي نميل الكسكاس باش هادك الماء كامل ينزل غير نشوفو الشعرية هاك كبدة كتشوك من الفق صافي نعرفوها روج دات ونخوي عليها الماء من بعد غادي نخويها في القصعة السمان غادي ندهنو بالقليل من الزفدة وندخلو الفرانيز حمر صافي قلبسها في هاد الإناء كيف كتشوفو او هاد القصعة وغادي نحاول ان نفقها بيد دي اللي جاتكم سخونة ممكن تستعنو بملعقة خشبية اضفت القليل من الملح في هاد المرحلة هادي هاد السفم كتاخدش منه وقت كبير في الطياب كتتحضر بسرعة اضفت القليل من الماء فقط باش نحلها طريقة سهلة كنحضروها بسرعة كيف قلت لكم صافي من بعد غادي نوضعها في الكسكاس ونوضعها على التفور مرة تانية فوق البرماء صافي نوضعها فوق البرماء ونغطي عليها حتى تمر عشرين دقيقة ونعود نرجع معكم من بعد ما مرت عشرين دقيقة كيف كتشوفو بدت كتشوفوك من الفق كنعرفها وجدات صافي قلبها في القصعة هاد المرحلة هادي كيف شفتو ما وضعتش الماء بارد الماء بارد وضعته في المرة اللولة فقط غادي نحل الشعرية استعن بهذا الملعق الخشبية ومن بعد غادي نخوي عليها ماء مغلي تقريبا واحد خمسمائة ملي من الماء المغلي سنغطيها كاملة بالماء ونقلبها هكذا بالملعقة كيف كتشوفو نحركها باش كلها يوصل لها الماء مغلي وهاد المرحلة دي نتابه هم زيال لك عند عندكم الشعرية رقيقة تقدر تعجليكم مخصناش نخلوها مدة طويلة في الماء مغلي فقط واحد المدة بسيطة مع التحريك كيف كتشوفو ومن بعد نزولوها انا عندي الشعرية غليظة كيف كتشوفو كيف قلت لكم في الأول شربت سجاع هادك الماء وكذفقها مزيانة ما كنت تعجليش صافي كيف قلت لكم انخليوها مدة طويلة هاد نزولوها نوضعها في الكسكاس وضعت تحت منها واحد الإناء باش الا كانش ما ينزل من الكسكاس سوف نوضحها على النار هذه هي التفوير الأخيرة سخونة كثيرا نتبع صحن اللي وضعت فيه الشعرية من بعد نوضعه في الكسكاس قدرتش نهز بيديه سوف نوضع الكسكاس فوق البرماء تفويرها الأخيرة كيف قلت لكم سوف نغطع الكسكاس ونخليه 20 دقيقة والنار غير متوسطة ما رافعش على النار البسطة كيف تشوفوا الدغمرات هذا هو القوام اللي بغيتنا سوف نطفعها سوف نزولها من على النار سوف يشعرية وجدات من بعد مرة 20 دقيقة زولتها قلبتها في في هذا الإناء أو في هذا القصة سوف يواجدها طابت مزيان كيف تشوفوا بقت معزولة مفروزة يعني ما تعججنا تليش من بعد غنضيف جوشة المعالقة كوباردي الزبدة ونحرك المكونات مزيان حتى السفة ديالي كام لا توصلها الزبدة ونضيفه سكر سقل كل واحد حسب الرغبة دياله أو حسب الحاجة أنا ما ضفتش سكر بزيف سوف نخلط المكونات جيدا كيف كتشوفوا السفة مفروزة على بعضياتها كيف كتشوفوا ما معجناش أبدا ونضيف دانيتس بالفاني هذا وستر لكي يخلي السفة جلديدة بزيف كيجي واحد طعم هائل طعم مختلف ضفت علبة واحدة فقط من دانيتس بالفاني ممكن إلا ما ضفتوش هالدانيت بالفاني ممكن إلا ما ضفتوش هالدانيت بالفاني ممكن ضيفو حليب بودرة أو ضيفو نيستلي حليب نيستلي أنا ضفت دانيتس كرام بالفاني عفوان لأنه كيجي الطعم دياله هائل وكيعجبني المضاق دياله من بعد ضفت ثلاثة المعالقة كبار دي اللوز مطحون محمر مطحون مهارمش أنا كنضيفوه هنا كما سفه حتى هو كيجي الطعم ديالوزوين نخلط المكونات بيدي على هات الشكل هاذا كيف كتشوفو الشكل دياله كيجي هائل شكل كيشهي سفه ناجحة 100% سريعة تحضر أنا مأكدة إلا جربتو هالطريقة غادي تعجبكم بثاف لأنها فعلا تستحق التجربة خليت الصحن ديالتقديم وضعت كمية من سفه أنا ما غديش نعمل صفه مدفونه يعني ما غديش نحط السمن ونحط عليها السفه السمن غنخليه هو الأخير نوضعه في الأخير وضعت البصلة المدغمرة القليل كيف كتشوفوه كمية المناسبة من بعد غدي نوضع صفه مرة أخرى أو شعرية صفه نوضع عليها البصلة المدغمرة أو هذه الدغمية البصلة اللي وجدنا حتى يكي تجيزوينة بالسف من بعد من بعد أن تستفق من ها السمان اللي حمرته في الفرن دهنوا بقليل من الزبدة ودخلوه الفرن أنا ما خليتوش تحمر بالسف غير شوية فقط وخرجتو من الفرن ممكن تفتو هاد السمان تفتو وتوضعوها كمدفون لكن هاد الشكل هادا كيجي جميل شكل مختلف كيجي رائع وضعت القليل من الضغمرة الفوق دي السمان كيف كتشوفو صفي من بعد غدي نزينو بالمشمش اللي مشمش اللي عسلته وضعت فوق منو نصف القرقاع وزينته بالقليل من اللوز محمر ومطحون وهديك العقدة اللي بقات عندي عملت هكذا كويرات وضعتهم بالفوق هاد السفة ممكن تعملوها في العراضيات المناسبات كتش يزوينة بززاف كتش رائعة إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسونيش من التعليق ديالكم الجميلة